فاز حزب القانون والعدالة الشعبوية المحافظة المناهض لأوروبا بالأغلبية المطلقة من مقاعد البرلماني البولندي لتنضم بذلك هذه الدولة المحورية في أوروبا الوسطى والشرقية والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى مؤسكر القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي الرازح تحت عبء أزمة مهاجرين غير مسبقة ويخشى محللون من مبادرته الحزب نفسه المقرر في عدة ملفات اجتماعية من مواقف الأساقف الكاثوليكيين إلى تجديد القيود القائمة أصلاً عن الإجهاد والتخصيب في الأنابيب وتعزيز أهمية دروس الدين في المدارس وفي أيار ما ينتخب سياسي اليميني أندري دودا رئيساً جديداً لبولندا متعاهداً بإلاء الاهتمام باحتياجات المحرومين وفي سياسته الخارجية شدد على حضور أكبر لحلف شمال الأطلسي في بولندا وعلى رفع مكانة بلاده داخل الاتحاد الأوروبي حالة صعيد الدولي فإن أزمة اللاجئين ستكون بلا شك واحدة من القضايا الأساسية التي تشابهها بولندا فبات معروفاً عمق العلاقة الاستراتيجية الرابط بين كاتشينسكي وفيكتور أربان نحن بحاجة إلى التأكيد على أهمية بولندا كذولة تدافع عن مصالح مواطنيها على مستوى سياستي الخارجية يذكر ملاحظون بالعلاقات الصعبة مع بروكسل وبرلين وموسكو والتي قدمها حزب القانون والعدالة على أنها دفاع عن مصالح بولندا وتتنوع دوافع خصوم كاتشينسكي فالبعض يتحدث عن ذكرى فترة 2005 و2007 عندما كان في الحكم وطبعتها اضطرابات اجتماعية وجهود إزالة آثارية شيوعية التي اعتبرت كارثية من جهازي الدولة ولسيما الاستخبارات والإعلام الرسمي اشتركوا في القناة